القيم الإنسانية في سورة الحجرات الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد حفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات الكريمة التي تؤسس لمكارم الأخلاق والقيم الراقية بل إن هناك صورا كاملة جاءت مؤسسة لمجتمع إنساني راق كصورة الحجرات التي أرست مجموعة من القيم والأخلاق منها التبين والتثبت في الأمور كلها وخاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بشؤون الناس حيث يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالإسلام يبني كل شيء على اليقين فهذا سيدنا سليمان عليه السلام حينما جاءه الهدهد بخبر الذين يعبدون الشمس من دون الله ووصفه بالنبأ اليقين لم يأخذ كلامه مسلما وإنما تثبت وتبين كما حكى القرآن ذلك على لسانه قال تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع قال الإمام النووي رحمه الله فإن الإنسان يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن ولما دخل رجل على سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وذكر له عن رجل شيئا قال له إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه فلو حرص كل منا على التثبت والتبين قبل إصدار الأحكام أو قبل بث ونشر كل ما يصل إليه لفقدت الإشاعة أثرها ولأحجم مروج الإشاعات عن نشرها بين الناس ومنها البعد عن الغيبة يقول تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فقد بهت وما أقدم الإنسان على الغيبة إلا لانشغاله بعيوب الناس عن عيوب نفسه يقول صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه بل إن الإنسان مطالب بأن يرد عن عرض أخيه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ومنها اجتناب اللمز يقول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض ويكون اللمز بالقول والهمز بالفعل وقد نهى القرآن الكريم عنهما يقول تعالى ويل لكل همزة اللمزة وهذا تحزير من همز ولمز الناس ووعيد بهلاك شديد لمن يقع في هذا وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ومنها عدم السخرية من الناس فالمؤمن الحق لا يسخر يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فقد نهانا ديننا عن كل ما يؤذي الآخرين فمن صفات المسلم أن لا يكون مؤزيا لأحد ولا يأتي منه إلا الخير للناس ونفع الإنسانية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل ما يؤذي المشاعر قولا أو فعلا أو إشارة فكان صلى الله عليه وسلم يبث في الإنسان ما يرفع شأنه وفضله في أعين الناس فعن أم موسى رضي الله عنها قالت ذكر عبد الله بن مسعود عند علي فذكر من فضله ثم قال لقد ارتقى مرة شجرة أراد أن يجتني لأصحابه فضحك أصحابه من دقة ساقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون فلهو أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إخوة الإسلام إن من أعظم القيم التي دعت إليها سورة الحجرات إعلاء مبدأ الأخوة والإصلاح بين الناس حيث يقول الحق سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فالإصلاح من أعظم القيم التي دعت إليها السورة الكريمة والتي يدعو إليها ديننا الحنيف الذي يؤسس لمجتمع إنساني متماسك متسامح ويعمل على إرساء قيمة العيش المشترك في جو من الألفة والتقارب بعيداً عن التنازع وهو علاج لكل مواطن النزاع والخلاف ففي إطار الأسرة يدعون القرآن الكريم إذا ما وقع خلاف بين الزوجين ولم يتمكنا من معالجته إلى إرسال من يتوسم فيه الصلاح من أهلهما للإصلاح بينهما يقول تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وتمتد هذه الروح الإصلاحية إلى المجتمع ليكون متصالحا حيث يقول الحق سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الإصلاح وأثر فساد ذات البين فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل درجة من الصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة فلا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فالمؤمن الحقيقي يجعل من الإصلاح منهج حياة فحيث نجده نجد الخير يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه الله باهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين ترجمة نانسي قنقر